مرحبا طلاب الأعزاء كيف حالكم؟ سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف التاء هكذا يكون شكل حرف التاء انظروا جيدا له هو عبارة عن طبق وفوقه نقطتان الآن سوف أقوم بقراءة كلمات تبدأ بحرف التاء انتبهوا جيدا إلى لفظ حرف التاء ما هذا أصدقائي؟ إنه تاج هذا تاج ما هذا؟ إنه تمساح تت تمساح وما هذه أصدقائي؟ هذه تفاحة تفاح وهي من الأكل الصحي لأننا نتحدث في هذه الوحدة في وحدة من نحن عن الأكل الصحي هنا أيضا أصدقائي سوف تتعرفون في كتاب اللغة العربية عن كلمات يوجد فيها حرف التاء جميع هذه الصور أيضا تدل على الأكل الصحي هيا عزيزي الطالب أريد منك أن تكون طالبا متأملا ومفكرا وتردد الكلمات التي يوجد فيها حرف التاء مثل تفاحة تين توت تمر إذن هذه هي الصور التي يوجد فيها حرف التاء هنا سوف تقوم عزيز الطالب بتلوين التفاحة هل تعلم أن للتفاح ثلاثة ألوان وهي اللون الأخضر واللون الأحمر واللون الأصفر هنا عليك أن تختار بين هذه الألوان لتلوين التفاحة التي تحبها هنا أيضا عليك تتبع النقاط لكتابة حرف التاء في ورقة العمل هذه هنا عليك أن تتحدث ماذا يوجد في هذه الصورة هذا الولد يريد أن يذهب إلى الشجرة إنها شجرة ماذا شجرة تفاح إذن هنا عليك بتلوين حرف التاء حتى يستطيع الولد الذهاب إلى شجرة التفاح هنا عليك أن تلصق بعض الصور التي يوجد فيها حرف التاء مثل تفاحة مثل أيضا تين أيضا مثل تمر وأيضا مثل توت وسوف نتحدث أيضا في وحدة من نحن عن الروتين اليومي والأكل الصحي إذن عزيزي الطالب هذا كل ما لدينا عن حرف التاء شكرا لكم وإلى اللقاء في حرف جديد شكرا لكم